خلصنا كده أخبار النادي الآلي خلينا نروح لأبرز الأخبار المحلية اللي حصلت في الرياضة المحلية المصرية مصر تستضيف بطولتها أفريقيا للرجال ونشيء الجولف الجولف من الرياضات الناشئة في مصر مصر تستضيف خلال السنة دي بطولتين أفريقيا للرجال والنشيئين تحت 18 سنة للجولف والأمر ده يحصل المرة الأولى في تاريخ القراءة أفريقيا إن دولة واحدة تنجح في الحصول على شرف ستضافة بطولتين للجولف في سنة واحدة بطولة الناشئين هتتلاح في الفترة من 26 الواحدة تي مارس اللي جاي على ملاعب نادي جولف بالمهيلز أما البطولة الأفريقية للرجال فتتلاح بعد كأس العالم للرجال وتتلاح في فرنسا في الفترة من 31 أغسطس لحد 3 سبتمبر اللي جايين عندنا يعني ملاعب جولف على أعلى مستوى في مصر وده اللي شجعنا نحن لنظم بطولتها أفريقيا رياضة الجولف في مصر لسه قدامها كتير زي ما قلت لحضراتكم عشان تنافس عربيا وأفريقيا وعالميا لأنه طبعا هي رياضة ناشئة لسه بدأ يعني منافساتها في مصر ودولة بتاعها بس في مهتمين كتير على فكرة بلد الجولف لو روحت انت ملاعب الجولف زي ملعب جولف بالمهيلز هتلاقي فيه ناس كتير بتمارسها وعلى فكرة هي لعبة ملاحس سن يعني طيجر بطر العالم عدل لـ 40 سنة مريح يعني 45 سنة فهو ملاحس سن في أي حد يقدر يمارسها من سهلين الكبار بس هي لها قواعد يمكن غريبة علينا شوية مش بانتباعها بس كويس انها بدأت تنتشر في مصر كده